طيب السوشال ميديا الأزمة والمعنى مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ هذا الأسبوع قرارا مهما يمكن مازال فيه جدل كبير موثار حول هذا القرار أسبابه إيه؟ معناه إيه؟ تدعياته إيه؟ مفهومه إيه؟ كان مهم جدا أننا نقف عنده بشيء من التفسير مجلس الإدارة يضع الضوابط حاسمة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي دي نقطة برضو مهمة المهندس عدل كان أشار إليها في البداية لكن هقول لكم إيه القرار اللي صدر ونشوف مع بعض ده صدر ليه وإيه معناه استمع مجلس إدارة النادي لرؤية كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول السادة أعضاء مجلس الإدارة والعملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه وهو ما يسبح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته أو أعضائه بالإساءة وعرض كابتن الخطيب وجد نظره في هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية وصحف المجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه وعليه وبعد المناقشة اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعملين بقناة النادي بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو أراء الجماهير بأية صورة من الصور وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو أي شأن من شؤونه وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها وذلك عملا بالمادة التاسعة من اللائحة يعني ادراكه بخطورة أن تستدرج في هذا الشأن أصلك لازم تفرق بين أنك أنت مسؤول وأنك أنت جمهور المسؤولية لها تمن يا جماعة المسؤولية مين قال أنك حر أنت مسؤول أنت لا تمثل أنت في القعدة دي أنت لا تمثل إبراهيم المنسي وأنا لا أمثل عبد القيعي أنا أمثل كيان لازم كل كلمة أقولها ما تجيبلوش مشاكل وإذا حصل يبقى يعني ممكن أتحمل نتيجته كويس ليه لأن إذا الدنيا ما تحطط لهاش دوابط ممكن تخد نفسكك ما إحناش عايزينها بحسن نية لا خلاف على حسن نية الناس اللي بتكتب في السوشيال ميديا أنا بكلم على المسؤولين بقى مش الجماهير الجماهير لها مطلق الحرية على الأقل ده أنا تعبر بقى الرأيات ومن واقع مش ملمة بالكواليس فتقول لكن أنا كمسؤول لا تستدرجني السوشيال ميديا ولا أتعامل معاه ولا أخش في جدل معاه ولا أتواطر معاه لكن لو فيه شأن من شؤون النادي الأهلي عايز رد نرد بالمعايير اللي إحنا متفقين عليه حسنا فعل مجلس الإدارة أن اتخذ هذا القرار لأن كثير من الأمور كان ممكن تتغير لو القرار ده كان بدري شوية طيب المعنى الأزمة والسبب المعنى إيه التواصل الاجتماعي من خلال الوسائط بتاعته المختلفة كل المواقع نمط إعلامي جديد السابت دايما وأبدا أنه مجلس إدارة النادي السادة الأعضاء السيد الرئيس السادة العاملين في الإدارات التنفيذية كلهم وكلهم ليهم كل الاحترام التعامل الإعلامي بشكل مفتوح في شأن معروض على مجلس الإدارة كان دايما وأبدا شيء غير مستحب في النادي الآلي بل ربما ما كان شيء بيبقى موجود خاصة أنك عامل متحدث رسمي عندك متحدث رسمي وعندك شيء من الانضباط وقلنا لكم قبل كده أنا مرة كنت بتناقش مع المون سعد لي قلت لك كابتن صالح مرة بسأله رأيه قبل ما يجدد فيه لراينر هولمن المدرب الألماني بقوله طب رأيك فيه يا كابتن قال لي ما ليش رأيي فهو حدث أن أنا استغربت قال لي هو أنا لما أقول لك رأيي معناها أن أنا قلت قرار أنا المفروض ما دام صاحب قرار ما ينفعش أعلن رأيي أخذ أخذ قراري الرأي هيتحول لقرار لأن أنا على طرابيزة هقول القرار يا إخي إدراك عميق جدا للمشؤولية فإما تكون صاحب قراري إما تكون صاحب رأي إنما هتجمع بين الاتنين يعني قبل ما تدخل الاجتماع هتعلن قرائك طب ما أنت كده صدرت على المجلس أو عميزة مايلك المجلس أخذ قرار ضد رأيك فهيبان عند الناس أن أنت ضد الكلام ده فيه خلاف أو أن المدرب ده أنا مش مسؤول عنه يبقى هزد برضو الثقة فيه في كل الأحوال ده أمر إداري غير منضبط عشان كده لأن الوسائط الإعلامية الجديدة التواصل الاجتماعي وغيره من الوسائط الإعلامية الحديثة مش متعرف عليها ومش موجودة لكنه ينطبق عليها ما كان ينطبق على الصحف والبرامج التلفزيونية ما ما كنتش بتشوفه قبل كده يطلع عضو مجلس إدارة في النادي أو رئيس النادي قبل اجتماع مهم ويعلن أراءه تجاه أمور ممكن تتعرض على مجلس الإدارة ده ما كان شيء ببقى موجود فما بالك بوسائط التواصل الاجتماعي اللي هي لحظية يعني أقدر كل لحظة أقول رأي كده ما بقاش دولاب العمل الإداري فيه درجة الانضباط اللي ممكن تحافظ على رصانة الأداء ده ينطبق بقى على الإدارات التنفيذية لما مدير النادي يطلع يقول رأي وياخد ويدي مع الناس في أمر قد يخالف قرار لمجلس الإدارة أو مدير الكورة أو مدرب أو كل العاملين حتى العاملين في قناة النادي والمجلة وكل الإدارات المعنية في النادي طب هتعلن رأيك ضد مجلس الإدارة طب إذا كان مجلس الإدارة واخد قرار وهو من باب أولى عليه أنه يجيش كل طاقاته وكل أفراده خلف قرار المجلس وما بيبقاش معروف مين صوت ضده ولا معه فما بالك بالإدارات التنفيذية الإعلامية والإدارية وغيرها والفنية المنوط بها تنفيذ قرار المجلس لما تتبنى أراء ضد قرار المجلس ده اسمه إيه عشان كده ده المعنى في القرار على فكرة آه ده مش معناه عشان الناس هتيجي تقولك التطبيل الكلمة دي بقى سيئة السمعة يعني يمكن أنت لما تيجي تدعم موقف حتى في السياسة مع بلدك ولا في السياسة يقولك التطبيل تيجي التطبيل ده مش تطبيل ده مسئولية بالضبط أنت بتوضح أصلي هو ليه ليه مجلس الإدارة أما بياخد قرار بالأغلبية ما بيقولش من ألأ من ألأ لأن اللي ألأ مسئولا يدافع عن القرار طالما تم اتخاذه بعد دراسة بالضبط بعد دراسة بالضبط طيب مين اللي يقدر يراجع على هذا القرار الجمعية العمومية أيها هي اللي تقول صح ولا غالب أيها ولذلك الدنيا منضبطة وده حصل لما اتخذ قرار في يوم ما في حمام السباحة بتاع مدينة ناصر برقم استخدام عالي جدا عشان جات الجمعية لغته جات الجمعية قالت ده مبالغ لا هو لغت حاجة مهمة جدا هو كان القرار إن مدينة ناصر بس هي اللي تستخدمه فهي اللي تدفع فهي اللي هتدفع فالمبلغ بدل ما يبقى بسيط لما تقسمه على عدد أعضاء مدينة ناصر عيلي قوي 365 بالزبط جنيه في السنة عشان اعمالي الصيانة على كل عضو صحيح أنا كنت مديري النادي وقتها وكان لي يا رأي وقلتوا في المجلس قلت لهم ده مش منطقي لأن هم فضلوا يدفع 10 جنيه برضو بقاعة المرسى قالك أنا بشترك في شتراك المرسى فوصلت لما وصلت لإيه 30 جنيه بس على كل الناس عايز تروح روح لأن انت عايز عايز تروح روح وأنا عايز أجيلك في الجزيرة أنا بدفع عن نفس بالزبط يبقى إذن استخدام حمامات السباحة 30 جنيه وجمعية كان قرارها أنه ده أوقع لأنه بتوحد وامتسل مجلس الإدارة بما فيهم الكابتن صالح سليم اللي كان مددية أنه هو أن الجمعية العمومية أنا بقوله كويس وجمعية العمومية قال لي لا مش كويس إحنا كده أسأنا التقدير ايوه كان زعلان يوميا طبعا والكابتن حسن اللي أدر النقاش وقتها على مصر يعني هو كان زعلان أنه هو اضطر أن الجمعية العمومية يتراجعوا في قرارها كان من باب أولا أن المجلس ساعتها يناخش قرار بال فأنا عايز أقول لك هو ده هو ده اللي بيعمل الإدارة السليمة وما يعملش ديكتورية القرار وما يعملش الخلافات وما يبقعدش نتراشخ مع بعضين ده قرار حكيم جدا نتمنى إن شاء الله إن القرار ينفس بالشكل اللي حق الانضباط الكافي لأنه الأهل طول عمره قوته في انضباطه الإداري أي قرار بيتاخد لو اتاخد وعليه قدر كبير من المساندة والدعم بينجحوا بيأتي ثماره غير كده ما يبقاش الأمر صح في هذا الاجتماع المهم أيضا مجلس الإدارة قرر تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهل للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي وبتضم الدكتور محمود بجنيد أميناً عاماً وعضوية كل من محمد الجرحي وعبد الوهاب محمد توفي وعبد الهاد القصبي وأنيسة حسونة وخالد مديان وهشام جمال ده مجلس أمناء مؤسسة الأهل للتنمية المجتمعية على الدور المجتمعي للنادي الأهل مش مانس مهمة جداً وبيوضح حرص النادي الأهلي على قيام بدور المجتمعي وده بيذكرني لأن أنا محمل بأمانة من شعيرنا الكبير عضو النادي الأهلي جمال بخيت وبعتزله على تأخري في التنويه على هي مشكلة تبدو الناس كتيرة إيه ده إيه اللي بتتكلمه فيه ده كان مجلس الإدارة السابق اتخذ قراراً بفرض عشر جنيه لأحد المؤسسات اللي هي تلاتة وخمسين سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين إن هو عشر جنيه على كل عدو مع الاشتراف وأصبح قرار نافذ لأنه هو تحط في جدوى الأعمال الجامعية العموية و ده أنا عارفتها منك ده دي يعني لأنه كان زعلان بيقول يعني إنت ليه بتفرض علي أن أتبرع بقيمة معينة مرغم إنت حتى الخط الحسنة مني يعني أنا يعني أنا بتبرع عشان أقوم بدور مقتنع به وممكن يروح في حتة تانية وممكن يكون مبلغ أكبر أو مبلغ أصغر لكن أن يفرض علي بقرار كان الرجل مستقل فحضرتك جاوبت علي إجابة يعني أحب أن إنه هو إنه لما الأمور بتعرض على الجامعية العموية أي بنود أعمال لجدوى الجامعية العموية في حال عدم اجتمالها بتوكل الليحة المجلس الإدارة في اتخاذ أو اعتماد جدوى الأعمال الجامعية العموية بينوب مجلس الإدارة عن الجامعية العموية في منقشة واعتماد البنود بنود جدوى للأعمال الجامعية التي لم تكتمل فبالتالي لما يكون معروض مقترح من أحد الأعضاء على تبرع كل عضو بمبلغ لصالح مستشفى 57 أو لأي هدف خيري لا يكتمل مجلس الجامعية العمومية ما اكتملش نصابها القانوني ففوضت مجلس الإدارة فبالتالي هو قرار زي ما نقولت لك قرار يعتبر قرار الجامعية عمومية هو برضو عشان السادة المشاهدين يعني إذا لم تكتمل الجامعية العمومية مش بيفوض يمتلك تنتقل صلاحيات الجامعية العمومية إلى مجلس الإدارة في إصدار القرارات في هذا الجدول يعني عايزة ترفض قرار يبقى كأنه قرار جامعية عمومية بالرفض أو قبوله يبقى قرار جامعية عمومية بالقبول هي تنوب عن الجامعية ويبدو أن هذا ما حدث في هذا الأمر لعلنا نكون قد أوضحنا إنما شيء كويس تفعيل لهذا الدور أنه النادي بيشكل مجلس أمناء مؤسسة الأهل للتنمية المجتمعية وده الحقيقة شيء رائع جدا وكتير لما كنا بنقول أنه أنديتنا عليها دور مجتمع كبير وحسنا فعل مجلس إدارة النادي الأهلي في مزيد من الخدمة المجتمعية وفي مزيد من تدعيم الدور اللي النادي الأهلي بلعبه لخدمة الوطن أنه يشكل مجلس أمناء بشخصيات ذات قيمة كبيرة في خدمة المجتمع علشان تفعل هذا الدور المجتمع المهم اللي النادي الأهلي حريص على الاطلاع به كما قرر المجلس آآ تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي لجنة الحلم الكبير استاد النادي الأهلي حلم كل الأهلوية فالمجلس بيشكل لجنة لاتخاذ الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وعضوية كلهم من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والدكتور سعد شالبي مستشار للمجلس للتسويق والمهندس سامح على كامل المستشار الهندسي للمجلس قرر المجلس أيضا إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الانشاءات التي بدأت تنفيذها في الفرع بالفعل وفي مقدمتها إنشاء مجمع الاسكواش اللي بيضم 8 ملاعب بالإضافة لصالة جنباز مجهزة على أعلى مستوى وصالة كراتيه ومبنى اجتماعي جديد ومسجد يتسع لـ 1300 فرد بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع بما يليق بعضو النادي الآلي على أن تبلغ قيمة الاشتراك الفرد في الفرع 175 ألف جنيه وذلك حتى موعد نعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراك للعضوية العاملة للنادي يعني حاليا عضوية الأهل في الشيخ زايد 175 ألف جنيه وفق المجلس على صفر عضوي مجلس الإدارة كان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بإيقاف قبول عضويات في الشيخ زايد الفطرة الماضية مع بداية السنة دي وله حكمة في هذا ويتوضح حرصه على مصلحة الأعضاء شعر أن الإقبال شديد على فرع الشيخ زايد ولقد لا تتحملت خدمات المتاحة والمقدمة حاليا فقرر إيقاف العضوية الحين استكمال بعض المرافق الجديدة والمنشآت الجديدة التي يمكنها أن تقدم خدمات لمزيد من الأعضاء لما ابتدى يشتغل في هذا التطوير والتوسع قرر قبول مجموعة أخرى بالأعضاء القرار اللي جاي مش عارف مين اللي هيعترض عليه وهيقول طب اشمعنا اشمعنا الأهل يشارك عالميا في مؤتمر لصناعة كرة القدم حول العالم الخبر ده ممكن يضايق بعض الناس لكنه مجلس الإدارة وافق على سفر المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الإدارة والمهندس محمد سراج الدين عضو المجلس أيضا إلى مدريد خلال الفترة من 23 ل27 سبتمبر لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في أسبانيا لليجا وحرصا من المجلس على مشاركة كواديره في مثل هذه المنتديات العالمية الكبيرة للإطلاع على أحدث المزوم والتجارب في صناعة كرة القدم رابطة الأندية هو بإذن الله يعني ربنا حيمين علينا كده في مصر ونشوف الرابطة دي إمتى حقيقة يعني أنا مستغرب لأن إحنا أقدم التحاد الأفريقي إحنا لأسسنا التحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي إحنا يعني لما جت الاتحادات العربية تباعا تتكون كانت تلجأ الخبرات المصرية كل معظم البلاد عندها هذه اللجنة اللي هي من ضمن مش توصيات تعليمات الفيفا تعليمات الفيفا يعني فوصل بنا الحال أن الفيفا بيشكل لنا لجنة لإدارة كرة القدم مش حتى ما عمدناش أنت لو عندك التحاد يدير المصابقات كل يعني درجة من الدرجات كت الدنيا ممكن تمشي بلجنة منهم لكن معنى أنك أنت الفيفا أنت عارف أن اللجنة دي بتتبع الفيفا على فكرة مش بتتبع مصر يعني اللجنة بتاعت أستاذ عمر الجنيني هي لجنة من لجان الفيفا لإدارة الكرة المصرية مكلفة من الفيفا مكلفة وده معنى ما حدش رادي يبص عليه يعني يعني ماشي إنما فليكن هي مرحلة إذا كانت صح بقى ولا غلط ده موضوع تاني عايزين عايزين اللجنة دي تتفعلي جماعة اللجنة دي الرابط لجنة أو رابطة ندايا المحترف اللي هي كان بيستعيدوا عنها باسم اللجنة ولذلك كانت اللجنة ما يصدر عنها توصيات مش قرارات الرابطة ما يصدر عنها قرارات صحية اعتمد المجلس بقى لمزيد من الانضباط والحفاظ على راحة الأعضاء اعتمد المجلس بعض توصيات إدارة الشؤون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شاهدها مؤخرا فرع النادي بمدينة نصر حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويته ودي مواجهة أي خلل وأي خروج على النظام وعلى لوائح النادي بصرامة شديدة جدا حفاظا على راحة الأعضاء وصورة وقيمة النادي الأهلي نظرا لما بدر منهم مع إيقاف آخرين لمدة ستة أشهر وافق المجلس على صفر الأستاذ صاري أندي العضو للمجلس لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى غينيا الاستوائية من 10 إلى 16 سبتمبر للقاء كانوس بورت في زهاب دور الـ 32 الجامعات العمومية الخاصة بالاتحادات الرياضية ودور الأهلي فيها وافق مجلس الإدارة على تكليف السادة الأستاذ بريمي الكفراوي عضو المجلس لحضور الجامعات العمومية العادية لاتحاد كرة السلة والأستاذ طاري أندي لحضور الجامعات العمومية لاتحاد الأسكواش والكابتن جوهر نبيل لحضور الجامعات العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد والدكتور مهند مجدي لحضور اتماع الجامعات العمومية العادية لاتحاد الجنباز وأجه المجلس بالإجماع الشكر لكابتن محمد يوسف على ما قدمه من جهود غير عادية خلال توليه منصب المدير الفني للفريق قبل التعاقد مع الدارة السويسر طبعا اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر لجهاز الفن السابق أو التعاقد مع السويسر ريني فيلر المدير الفني وناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع الكابتر روف عبدالقادر مدير النشاط اللي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود اللاعبين واجهزة فنية وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية ووافق عليها كما قرر مجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية الذين حققوا إنجازات قرية أو دولية خلال الموسم المنقضي يا طرى بمناسبة اللا اللي هيعمل احتفالية بأبطالنا يا طرى التعاقد الكرة كده بإذن الله ناوي سلمنا الدرع بتاع الدوري ولا لا وهتتعمل احتفالية ولا لا هل دا معقول كل سنة نكسى بالدوري يبقى الاحتفال بالكأس هل هذا عدل هل هذا منطق يعني ايه الشغل الغريب دا والمريب دا ان كل سنة يحصل ان الدوري دا وكان هو صعب بالنسبة انها حدث عادي هما بيعتبروا دا حدث عادي خبر عادي يعني ما ليس الخبر ان يفوز الاهل بالدوري لكن الخبر ان يفقد الاهل الدوري من كسرة تحقيقه وحننجي نعلق برضو في الفقرة الخاصة بي انا بعتبرها واحدة من اهم مجلسات مجلس الادارة ثلاث اربع فقرات مهمين جدا فيه كلام عن استاد فيه قرار يخص تعامل المجلس الادارة والعملين بالنادي تحديدا والمنتمين اليه في دولاب العمل الرسمي مع وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم هذا الامر فيه احالة بعض المارقين والخارجين عن تقاليد النادي الاهلي واللي بيسيئوا للنادي الاهلي الى الجمعية العمومية للنظر في امرهم فيه كمان صفر اكثر من مواد لمهام مهمة كلام عن الاستاد كلام عن مؤتمر صناعة كرة القدم هذا كلام مهم جدا باذن الله لما ترجع كل بعثة من هذه البعثات عايزين نناقشها وصلت لي